تقليس عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات الصرف هو ما تعمل عليها الحكومة من خلال عدة إجراءات أبرسها التسريع في إعداد دفتر شروط لتركيب الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية خاصة ما تعلق بمعدل الإدماج وإلزامية تصدير مسادقت الحكومة على قرار تمديد أجال تسديد قيمة الواردات المعتمد حالياً بالنسبة لبعض قطاعات نشاط التجميع في أجال أقصاها سنة واحدة هذه الإجراءات تصب في مجملها حسب بيان اجتماع مجلس الحكومة الأخير في خانة الحفاظ على احتياطي الصرف في ظل ارتفاع فطورة الاستيراد بطبيعة الحال السكان الجزائريين هو يزيد العدد التحهم هيزيد احتياجاتهم هو يزيد اجزيد الرفاهية التحهم هيزيد طالباتهم وبتالي حيدوموندي واريدات أخرى وأخرى وأخرى والإنتاج القطاع الإنتاج الجزائري ما هو شي يلبي طالبات هذا المواطنين وبتالي حتزيد واريدتنا ومدام حتزيد واريدتنا حتنقص ماذا حتتتأكل ماذا حتتأكل هذا الاحتياطي ولم يتأكدت الاحتياطي وما كانش مبالغ مالية أخرى باش ترفع من هذا الاحتياطي مع انتح يؤدي إلى تأكله بطبيعة هل من نعلة السنوات وربع السنوات كأخصى تقدير عقل نتو فتورة الواردات ومراجعة سياسة الدعم تعد من بين أهم الحلول المقترحة من طرف المتتبعين لشأن الاقتصادي للحد من نزيف العملة الصعبة يتم أولا عن طريق ماذا؟ إنقاس من ماذا؟ من موازنة الدولة لأن موازنة الدولة الآن فيها نفقات تسيير ونفقات تجزيز كبيرة جدا وهذه النفقات تضرب كذلك بالاحتياطي وتضرب بماذا؟ الآن مثلا نعطي الميتال فقط الدعم لها تقدم الدولة الآن هي عبارة عن أموال يتنقص من مداخل الجزائر دعم تقدمه مثلا الآن لأكياس الحليب الآن أكياس الحليب الآن المواطنين فيما بعضهم يبيعون أكياس الحليب بزيادة 5 دينار الجزائر انخفاض أسعار النفط منتصف 2014 وما تبعه من انتعاش متذبذب لأسعاره لم يقابله تنويع في الصادرات خارج المحروقات ما جعل احتياطي الصرف يفقد أكثر من 90 مليار دولار في مدة لم تتعدى الخمس سنوات